الأمر الثامن دحض الشبه التي يتعلقون بها ومنها جمع كلمة المسلمين الجمع بما يكون لا يكون الجمع إلا على الكتاب والسنة ووفق منهج السلف الصالح أما الاجتماع بفرق كل منها له عقيدة وطريقة خاصة فهذا لا يمكن فالضدان لا يجتمعان أيها المنكح السرية سهيلا عمرك الله كيف يلتقيان هي شامية إذا ما استقلت وسهيل إذا استقل يمان أذكر مثلا ضربه شيخنا شيخ محمد أمان ابن علي الجامي رحمه الله تبارك وتعالى عندما ألقى محاضرة في الجامعة بعنوان الحكم على الشيء فرع عن تصوره عندما اشتط الشط فقال من الذي قال لكم إن لله يداً من الذي قال لكم إن لله يداً فرد عليه رداً ما عليه من مزيد فارجعوا إلى تلك المحاضرة ضمن الكتاب الذي طبعت فيه محاضرات الجامعة لكن أنا أريد أن أصل إلى شيء وهو مثل ضربه الشيخ رحمه الله للذين يجمعون الناس بدون تصفية ولا تربية قال إني أشبه أولئك الذين يصفون ويربون وأولئك الذين يجمعون من هب ودب الغث والسمين برجلين رجل بنى مسجداً ثم قال أيها لقد بنيت لكم مسجداً ولا يدفلنه أحد منكم إلا من تطهر من الحدثين الأكبر والأصغر الأكبر والأصغر لا يدفله إلا المؤمنون الخلص المتطهرين من الأحداث الحسية والمعنوية وإني أشبه الجماعي الذين يجمعون من هب ودب برجل بنى مسجداً فقال أيها الناس لقد بنيت لكم مسجداً فهلما إليه أدخلوا للصلاة فيه وليدخلوا الكافر والمسلم والمبتدع والضال والمتوضي والجنو والصغير والكبير والطاهر وعيرطاً فأيوا الفريقين أحقوا بالأمن إن كنتم تعلمون فانتبهوا يا عباد الله إياكم والجماعين إلاكم إياكم والجماعين الذين يريدون أن يجمعوا الغثة والسمين لا يمكن أن يحصل ذلك لا يمكن أن يحقق ذلك نجاح الإسلام ودولتهم التي ينشدون منذ مئة عام ما نجحوا يا ولن ينجح وهذا أمر مستحيل لأن الذي يريد أن يبني بنيانه على ذلكم الأساس الهش لن ينجح بنيان أفمن أسس بنيانه على شفى جرف أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أمن أسس بنيانه على شفى جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين فانتبهوا يا عبد الله واحذروا من تلميع تلك الفرق أو الانتماء إليها أو الانتساب إليها أو التهوين من شأنها أو التسهيل لها فإنه لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها كما قال إمام دار الهجرة الإمام مالك ابن أنس رحمه الله تعالى ترجمة نانسي قنقر